اكل هندي واكل عربي. الواحد محتر ياكل ايه ولا ايه? كله فاست فود والزيت وماء. الواحد هاد في اكل ايه? ما تيكون شوف ايه في النظر. يلا بينا. انا دورت وشفت ويعني فكرت قلت ايه اللي ممكن ناكله? في الظل الفاست فود والاكل السريع والحاجات دي كلهات. فما لقيتش احلا من ان احنا نعمل حتتين ستيك حلوين. النهاردة انا هعلمك ازاي تعمل حتة ستيك تتاكل وتضف بوب. بس تركز معايا علشان الخطوات اللي جاية مهمة. هتعمل حتة بمكونات سهلة وبسيطة جدا وموجودة في اي بيت. موجودة في الجانية كلها. هي دي مكوناتنا. زي ما انتا شايف قدامك الملح الفلفل سويت زيت زيتون باربيكيو سوز. انت لو عندك الاتنين دول بس ماشي. حلو قوي. تقدر تعمل بهم حتة اللحم شوية ملح وشوية ويا سلام لو معاهم زيت زيتون. حلو? ويا سلام لو معاهم طب لو ما عندكش ده مفيش مشكلة تعملها بالتلاتة دوط. لو ما عندكش ده ما عندكش مشكلة تقدر تعملها بالملح والفلفل سويت. دلوقتي انا هعلمك ازاي تتربل اللحم الاستيك الجميلة دي. علشان تدبيلها تدبيلة حلوة قبل ما تخطها على النار وازاي تدف بقك. اول حاجة هتنزل بيها الملح. تديها رشة ملح كده على الوش الاولاني. بعد ما تديها رشة الملح دي. تروش نزل عليها كده. تعال قرب عليها. قرب قرب. تعال من فوق. بص. عايزك تدخل الملح جواها. بصوابعة كده بصوابعة جديدة كده تقد تعمل كده. طبعا الناس بقى اللي عايزة تاكل حتة لحمة حلوة في مصر. عندكم اه اخواتي وحبيبي. المعلم بهاق عامر والمعلم نور عامر. في جزارة اه بيت اللحم. هم بصراحة ملوك اللحم الناك في مصر. شغرة في الخلفاوي. هتلاقوا لينك البيتش بتاعتهم. محطوطة دلوقتي. حط لكم بلينك بتاعتهم. جزارة بيت اللحم في الخلفاوي. معلم بهاق عامر والمعلم نور عامر. حبيبنا واخوتنا. برضو هم ملوك اللحمة البلدي في مصر. برضو نفس الموضوع برضو بتنزل الفلفل السود. وتدعاكم في اللحمة كده اتدخل الفلفل السود هو الغرض من دي. منك تدخل الفلفل سود والملح. جوا حتة اللحمة اللي انت شغال عليها. ده الغرض. انك لما بتعمل كده بتدخل الفلفل السود والملح. جوا حتة اللحمة اللي انت شغال عليها. كده. اخد لي بالك. برضو مش عايزين ننسى اخويا وشقيقي. وصاحبي وحبيبي. الاستاذ اسلام ناجي. برضو هو من اكيلة اللحمة في مصر واحبوا اللحمة. برضو احط لكم اللينك بتاع البلدي بتاعته وتقدروا تشوفوها. حطها لكم برضو بيعمل شوية فيديوهات حلوة. شوية تشوفوا الجميع. طيب. احنا دلوقتي حطينا الملح والفلفل الاسود. دي نقطة مهمة انا عايز اقولها لك. انك تحط الملح والفلفل الاسود قبل الزيت. ما تحطش الزيت قبل الملح والفلفل الاسود. هتقول ليه امين? هقولك ليه? الزيت بيقفل الاماكن اللي مفتوحة في اللحمة. فمش هيسمح لك انك تدخل الملح والفلفل الاسود زي ما كنا بندخله دلوقتي جوه اللحمة. كان هيبقى واقف في طريقك. لكن لما تحط الملح والفلفل الاسود الاول وبعدين تحط عليهم شوية الزيت الزيتون. هيكون معاك احسن بكتير من انك تحط الزيت الاول. فدي نصيحة لازم تحط الملح والفلفل الاسود قبل الزيت الزيتون. طيب. احنا كده وصلنا لمرحلة الفلفل اسود والملح والزيت الزيتون. دلوقتي احنا جينا للبربكيو سوس. برضو البربكيو سوس يكون ايه حبة برضو كده على كل وش برضو. ماشي. هنا نفس الموضوع برضو تدعكه كده بالراحة. تخليه يلمس اللحمة كلها. شايف? تخليه ياخد الوش كله. وتروح قالة بالنحية التانية. وبرضو مديها. شوية سوس برضو من ناحية التانية. يبقى احنا بدأنا بالملح. وبالفلفل السود بعديه. وبعديه زيت الزيتون. وبعديهم البربكيو سوس. اوكي? كده خلاص حتة اللحمة من الناحيتين. خدت الاربع عناصر اللي احنا حطينه. نركينها على جنب. وناخد حتة تانية. نفس الموضوع اللي عملناه ننزل بالبسع على كده عشان تشوف. ننزل بالملح. طبعا الحاجات دي كلها بقى تبقى تخسلها بعد ما انت تخلص علشان ايدك كده كده لحوساتها. برضو نفس الموضوع حتة اللحمة تبدأ انك ايه? تدخل اللحمة فيها كده. الملح. سوري. حل? بعدين تيجي على الوش التاني تقلب. نفس الموضوع. شوية الملح برضو. تدخلهم كده جوه نسيج اللحمة باديك. كده. تمام? اهو. كده. بعدين ترجع للوش الاولين اللي انت كنت عليه. تنزل بالفلفل اسود. وبرحتك انت بقى شوف انت بتحب فلفل اسود كتير. بتحب فلفل اسود قليل. انت بقى هنا مقدار حبك للحاجة ايه? ملح وفلفل اسود وزيت زتون والباربيكيو. وزي ما قلت لك انت ممكن ما تكونش بتحب الباربيكيو سوس او ما عندكش الامكانية انك تحط باربيكيو سوس هلاصر? متحطهوش. زي ما قلت لك برضو انت لو شوية الملح والفلفل الاسود بس ولو ما عندكش لازيت زتون ولا باربيكيو سوس برضو انت قطيت مصلحة صدقني. يعني انت بس شوية الملح والفلفل اسود خلاص كده. لو انت ما عندكش عايز بقى تزود الطعم وتخليه احلى واحلى. وتزود بقى النكهة بتاعة حتة زي ما قلت لك بقى كده شوية زيت الزتون من الوشين كل الوش تتعاكل واحد. بعدين ايه? بعد ما تخلص دعك الزيت على الوش كله بتأكل بس ان الزيت لمس الوش كله قدر الامكان يعني كده بس انت بتمشي عليه. كده. بعدين باربيكيو سوس. اهو. مهم. برضو بتبدأ ايه? تمشي على القطعة كلها كده. صباح الفل يا رانا. نايم. خد لبالك. بعدين تيجي على الوش التاني. تيجي هنا. برضو نفس الموضوع. نزل السوس. تبدأ انك تمشي على وش اللحمة كله. بحيس ان انت يبقى عندك هنا الوشين تشبعه بالملح والفلفل السود وزيت الزتون والباربيكيو سوس. وبعدين تروح منزلها على قطعة. تمسك التالتة نفس الموضوع. ونفس الترتيب اللي اشتغلنا بيه. الملح الاول. تبدأ كده بالملح. تدعكو. يدخل في نسيج اللحم. كده. صوابعك كده زي ملتلك كده. بعدين ناحية التانية. برضو. وانت براحتك تزود ملح تقلل ملح تزود فلفل تقلل فلفل اللي يريحك. عندكش مشكلة خالص. ييجي بقى الفلفل السود. برضو شوية فلفل السودان حلوين. تمشيهم على القطعة كده. نفس الحركة اللي عملتها في الملح تعملها في الفلفل السود. تدخل بالملح والفلفل السود في نسيج اللحم. دي اهم حاجة. زي ما قدلك يكونوا قبل الزيت. يعني الزيت لو نزل قبليهم هيسد الفتحات اللي في اللحم وهو نسيج اللحم. زي ما قلنا انا هسيب لكم لامكنبيتش بتاعة حبيبنا في بيت اللحم. واخونا وحبيبنا. آآ الاستاذ آآ اسلام ناجي. ابو حلق. برضو آآ راجل بيحب اللحم وقاوي اللحم. وبيأكل لحم. وراجل زو خبرة في اللحم برضو. وبيقدم فيديوهات جميلة. تقدروا تدخلوا على اللينك بتاعهم بقتي. برضو ده اهو السوس زي ما قلنا. برضو السوس اهو. برضو السوس اهو. حسنا اهو. برضو سوس اهو. حسنا اهو. دوشي تنين. حسنا اهو. حسنا اهو. اصبح حتة اللحم خدت الاربع مكونات بتاعتنا الاساسية اللي حطناهم وبكده انت عملت التدبيلة بتاعت اللحم قبل ما تشويه تبدأ بقى خطاة في التلاجة ساعة تقريبا ساعة ونص سيبها في التلاجة شوف انت بتعمل حاجة تانية بتجهز بعيد الاكل بتعمل رز بتعمل الخضار بتجهز الشواية بتاعتك على بال ما تبدأ انك طبعا انت بتسيبها في التلاجة زي ما قلنا لغاية لما تاخد التدبيلة وقتها وبالتالي انت تبدأ انك تدخل على حالة الشوية تكون جاهزة الشوالي بقى وتبدأ انك ايه تشويه. طبعا دي بقى اني تنقسلها بعدين. طيب احنا كده حطينا خضار السوتين على النار يبدأ بقى هو المية طبعا عشان اعنا عايز اعريلك. المية بتاعت السوتين وحطينا ملح وفلفل السود وكمون وبصل ولامون. اوكي عشان راحة المية. دي المية بتاعت السوتين. وفيه طبعا انت عاملك مصفى اي مصفى اي شكل مصفى تحط الخضار. وبعدين تغطيه. لو الغضاء مش جاي ممكن تقفل آآ بخوية. وهنا بقى عندنا شوية الاخران دي يعني هتكون ضرب بتدي متنفس للخضار. عشان ما يتهريش ما يعرقش ويتهري. فبعدين احنا بقى نبدأ نزبط مصفى الرزق. وهنا احنا بنعمل الآآ خضار السوتين زي موريتك. وبنعمل هنا الرص بالشعرية. عشان يبقوا آآ واتبة كاملة مع حتة الستيك اللي عملناها. يبقى جنبية شوية الرز بالشعرية وشوية خضار السوتين. تبقى قتلة صحية كاملة متكاملة. وطبعا احنا هنعمل هنحط حتة زبدة بسيطة على الرز نعملو آآ بالزيت ده. بيكون احلب كتير من من الزيت. فاحنا دي بقى بس هنبدأ نستطيع نحلة الرز. طبعا احنا بالمكيال الاسكوب ده ماتين خانسة وتلاتين ملي. مش لازم يكون ملي معين يعني بس يبقى نفس المعيار اللي انت بتكايل به الرز هو نفس المعيار اللي هتكايل فيه الماية. يعني نحن هنا اهو سكوب روز. روز كوب روز. وغينا. كده احنا عملنا سريس كوب روز. اكي? خبت عليهم برضو. سريس كوب مية. علشان تبقى الامور متساوية. طبعا انت نازل تغسل الرز كويس قبل ما تنقعه. قبل ما تستخدمه علشان تنزل النشا اللي فيه. ان كل الابية بتاعه نشا. فحاول انك تتخلص من النشا على قد ما تقدر يعني. رغاية لما المية بتاعت الرز تبقى صفية. كده انت بتبدأ تستخدم الرز ويكون يطلع معاك طعم محلو. طول ما الرز فيه نشا كده مش هيطلع طعم محلو معاك لازم تتخلص من شايف شايف المية لونها كده طول ما لان المية لونها كده لازم تفضل شغال عليها لغاية لمنا شايف اللي بينزل. كل ده لازم تخلص منه. كل ده نشا لازم تخلص منه. شوف بدأ لون المية يفتح شوي. بدأ الرز يبان جوه المية شايف. بدأ شوية بشوية. الرز يتغسل ولونه يبان. شايف بدأ يفتح هنا زي شوية. بدأ يفتح شوية. تدينه ما تحرمهوش. تدينه مية على هذا متطرف. الرز يحب المية تدينه مية. من الرز تدينه مية يستيك اخل طبق رزك ازاني. شوف هنا اهو بدأ بقى ايه? شوف لون المية. بدأ بقى ايه? يفتح معانا. والآآ النشا بدأ فلاص يروح. بص هنا بقى لون المية يبدأ يصبح نفسه. اهو شوف بقى لون المية بعمل ازاي? ها. شوف لون المية بقى شفاف ازاي? يعني الاول كان كله نشأ. طبعا كده الدنيا بقت احسن وانضر. فعدين نبدأ بقى ايه? نصفت نبدأ طبعا بصفت الروس. تحضر اللعبية. احسن وانضر. أحسن وانعين. احسن وانعين. احسن وانعين في الحمد. احسن وانعين. كده احنا هنسيجي الراس بقى ايه يتصفح شوية. عملنا نصف الشعرية. طبعا كل ده وإحنا سايبين آآ حتة اللحمة في الطلاجة تاخد وقتها بتاخد راحتها. راح راحتها. بس هنا بقى ندي تقليل بصغيرة كده للسوتيق علشان اللي فوق يجي تحته اللي تحت يجي فوق. يعني يحصل تبديل للأدوار شوية. وطبعا انت السوتيق بقى بتخليه على نار هادية. تحت بقى الدلع كله بقى الملح والفلفل والكمون والبصل. والليمون حاجة ريحتها اخر علاجة يعني الصراحة يعني. تمام? فاحنا نبدأ بقى نحط حتة الزبدة. بقى بقى حضرتك. برضو ايه نحط حتى تنزل ده حلوين كده. ممكن بقى ايه طرفة كمان صغيرة عشان الشعرية بقى لما تنزل في الزبدة تدير بقى ريحة تقفل. يعني هو الجيل كله بصراحة في الشعرية لما تنزل على الزبدة. طبعا بقى تدير تقلق الزبدة في الحلو كلها علشان الارضية كلها عندك تبقى متشبعة بالزبدة عشان لما تنزل بالشعرية ما تلزقش في في الحلو. هنبدأ ان احنا ايه? ندلع كده حتة الزبدة في في الحلو. بقى حضرتك. بعدين. هو دم كم كباية رز نحط قدي شعرية. مش شرط على حسب انت بتحب الشعرية كتير في الرز زي والشعرية. بتحب الشعرية قليلا قلل الشعرية. سقطيويا. يعني هو الموضوع رجع لك انت. حجم الشعرية مع الرز. ده رجع لمدى خبك للشعرية بالرز. او الرز بالشعرية. كنت عايز تخصيبها بغاية. اهو. شوية شعرية حمية. انا نفسي مثلا انا واحد بحب الشعرية كتير على الرز. اه بحب بتعمل مع الشعرية يعني حقيقة. العديد بقى هنا الشعرية تبدأ بقى تقلب ايه? الشعرية في الزبدة. تعالى معنا كده اقلب معنا. اخد لك تعليبة. حضا كده اهي بش عليها حضا. اهو. طبعا انت بتققى بقى تقلب الشعرية في الزبدة. طبعا انت بتققى التقلب في الشعرية ما ينفعش توقف تقليب لان لو قد تقليبها تتحري. فانت لازم بقى ايه اديك على الشعرية على طول. وزي ما قلت لك طبعا بتبدأ التقلب في الشعرية لغاية لما لونها بقى يبدأ يتباير وليس تبدأ تنشف معاك قوي وتبقى لونها دهري كده شوية. انا بقى في اللحظة دي يكون الرز خش عروز. يكون الرز بقى ايه? اه اتصافة شوية. وبقى حلو ان هو انزل على الشعرية على خور. طبعا احنا في الانحاء دي او في الاسناء دي انامك ايه طبعا? عشان دي الماء اللي هتنزل على الرز. فلاازم تكون مية سخنة. فاحنا نسخن شوية مية على دا ما نيجي. ننزل على الرز اللي اما ننزله. بقى كده. بص بقى ده منزل الشعرية. شوف شوف اللون. شوف اللون بقى دهب ازاي? ده لون الشعرية اللي بقول لك عليه. توصل للون ده تبدأ بقى ايه? تسقط الرز. على طول. اول ما تنصل للون ده تسقط الرز مباشرة. فد بقى لحضرتك. كده احنا ايه? اسقطنا الرز. نبدأ بقى ايه? نقلب. بحلس? نهو. ليه بقى ايه? نبدأ بقى ان نقود الرز مع الشعرية. فد بقى لحضرتك. نبدأ نقلبهم في بعض كده. بعدين وهم بيتقلبوا بقى. نبدأ ناخد الملح. عايزين بقى ننزود ملح. ممكن تقرب عليك الاضاءة عشان يشوف الملح اللي ينزل قد ده الملح بقى اللي معنا اللي احنا بنزله. طبعا برضو حسب يعني ملوحة الرز عايزه حادق. بس انا طبعا برجح انك دايما بتعمل اكلة كله. خليها كده قاعدة تستخدم. طبعا زي ما بقول لك كلمية الملح خليها اقرب انها تكون قليلة. ليه? علشان لو انت لو لا قادر الله مزان الملح ما زبطش معاك. وانت بتعمل الاكل يبقى الملح قليل. تزوي الملح مش. لكن لو الملح زاد منك ومقدار بس هيبقى الاكلة هادئ قوي ومش هتعرف تتصرف انك تزبط ملح. لكن لو الملح قليل هتعرف تتصرف انك تزود ملح وتزبط للدرجة اللي انت عايزها. فدايما نخل بالك وانت بتملح اكلك في اي نوع اكل خلي الملح اقرب للقليل. يعني ما ما تبقاش كريم او مع الملح ارجوك. لانتكار مع الملح ده هو اللي بيعمل مشاكل. طبعا انت بتوعب بقى ايه? تشوح حبتين الرز مع حبتين الشعرية على النار قبل ما تنزل بالمية. يعني انت كده تعال كده بالكاميرا. يعني انت كده اهو شوف. حطيت حبتين الرز مع حبتين الشعرية. شوف. اه. انت حطيت حبتين الرز مع حبتين الشعرية مع شوية الملح. وبتبدأ بقى اتحمصهم. شوف اتصل ايش فيك ازاي اهي. بتبدأ اتحمصهم كده في التصل اول. حلو? طيب احنا نزلنا تلات كبيات رز. مقدار تلات كبيات رز. يبقى ننزل مقدار تلات كبيات مية. نفس المقدار اللي انت عملت فيه. الرز تعمل فيه المية. عشان يكون نفس الحاجة. ادي اهو. اول كباية مية. تاني كباية مية. تالت كباية مية. يبقى انت حطيت تلات كبيات رز عليهم تلات كبيات مية. وتبدأ بقى انت خلاص اهو قلبت. انت اهو تقلب. تبدأ بقى تنزل بالعين لا او تحاجة. لا او تحاجة ممكنة. وخد بقى لحضرتك اهو. هنا انت خلاص بقى. بعد ما قلبت الرز مع الشعرية الزبدة والملح وخلصت كل ده تبدأ تلاتيب. وتخلي الحرارة بتاعت العين اقل حاجة. نيجي بقى نشوف السوتية اخضروا ايه? شوية سوتية حاجة بسم الله ما شاء الله. حاجة فخيمة. وحاجة رواية الرواية. حقيقي. شوف طبعا طبعا احنا اللي حطلنا عليه ملح والفلفل كله محطوط في ميته. طب الله كويسة. كله محطوط في ميته تحت. والمية طلعة بالكمون بقى والملح والفلفل وتعم اللمون وتعم البصل. وبص طلعة اهي طلعت على ايه? على الخضار. اعتقد بقى احنا ممكن نطفي عليه ونسيبه. متغطي. ممكن نوطي عليه كده. خلاص. طيب احنا كده خلاص. الخضار السوتية المستفى. الروز سايبينه يستوي. نبدأ بقى نجهز لشوية اللحم. يلا بينا. ده منزر رحمتنا بعد معادة التلاجة شوية لهو. ده منزر اللحمة طبعا عليها البربكيو سوس. وزيت الزتون والفلفل الاسود والملح. كل ده نعلينا. نسيبها تهدى شوية. خرجنا من التلاجة نسيبها تهدى شوية. في درجة الحرارة الغرفة الطبيعية. لغاية لما نبدأ نجهز الفحم والشوية. وهنا برضو. الروز بيستوي معانا. اه. هنا الروز بيستوي معانا وهنا الخضار السوتية بيستوي معانا. فنخضر ان احنا ممكن اطلال السوتية ده خلاص هنا. والروز طبعا احنا سايبينه على اقل درجة. يعني لازم تاخد بالك ان الروز تسيبه على اقل درجة. علشان يستوي براحتوحة مش مستعجلين عليه. شوف حتى لما هيجي نبص من بره تعالى. اهو. بدأ يتشرب الماية بتاعته. شوف. اهو. بدأ يتشرب الماية بتاعته. هم نديله بس كم ثانية كده ونبدأ ايه نفتح ونديله تقليبة. هنا بقى ممكن ايه نفتح الرز نديله تقليبة سريعة. هو يعني اعتبر شبه تشرب ما شاء الله. طبعا شايف رز الفلفل لمعجن ولا بتاع. حاجة اخر رواقان بص. حباية بحبيتها والشعرية. حاجة شغل فنادي. شغل فنادي. حقيقة. نحن هنفتح فوندو براي. في مطعم صغير كده. هنفتح دي بقتي على الرز بقى نمص عليه بصة. هنشوف هو بقى مفلفل ولا بعمل ازاي? شوف. شارب الميا. وشوف بقى مفلفل ازاي? شوف الحباية بحبيتها. مش معجن شايف? ده الرز على اصوله. ده الرز المصري بالشعرية على اصوله. شايف? اهو. ده فحم سريع الاشتعال. هنحتاجه واحنا نشغالين بعد ما نحط الفحم الكبير. دلوقتي احنا نقدر نحط الفحم الكبير. نبدأ بقى ان احنا نخبط الفحم الصغير ده ده سريع الاشتعال. فنبدأ ان احنا ندخلو كده وسط الفحم الكبير بحيس ان احنا نولعو ويدينا شعلة حلوة للفحم الكبير ده. فاحنا بنحاول ان احنا ايه نبني كده منطقة قصة بالفحم الصغنان ده. علشان يبدأ يعدى اللي حواليه. احنا ليهمنا ان ايه الفحم الصغنان ده? ايه دي اللي حواليه. يتعيدوا منه. فيولعوا بسرعة وننجز. ايه شوف دي بدأت هي. شوف المحمية دي بدأت تاخد. نبدو بقى طبعا ان احنا ايه نقرب عليهم الفحم. تاني. كبير ده. علشان ايه يتعيدوا منه بقى. خد لبقى حضرتك. فاحنا هنعمل ايه? بقى نبدأ نهوي برضو. طبعا دي اول حتة لحم احنا بنحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول بقى ان هي ايه ما تسقطش مننا تحت. علشان ما تتحرقش بسرعة. ممكن نحط معها الحتة التانية دي. ايه. كده احنا ايه حطينا حتتين. مجرد بس حتى لان هي هتكش شوية برضو. مجرد لما تكش شوية نبدأ بقى ايه نحط حتة التالتة معها. وده دلوقتي شكل اللحمة يعني واحنا في نص الطريق بتاع السوا. طبعا هنا يباني الشكل. هنا كانت لسه ما استويتش. وهنا شايف هنا كانت لسه ما استويتش. طبعا ده اللي عليها البربكيو سوس وزيت الزتون. والنلح والفلفل اللي سود. وهنا وهي في نص السوا. فبالصراحة اللحمة هنا ما شاء الله. ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني هنا في كندا. اللحمة البقري فيها ما شاء الله جميلة. وزي ملتلك طالما احنا نتكلم برضو الموضوع يخص اللحمة. انت عود نفسك. عود نفسك. فاي مكان بتطلب منه اكل لحوم. بتأكد ان اللحمة اللي بتتقدم لك لحمة بقري مش بورك يعني مش خنزير. فلازم تتأكد انت ممكن تلاقي ان المكان عارض بيف. فتدخل تأكل بيف ينزل لك بورك وانت مش دريان وانت مش واخد بقى لك. فلازم تبقى عارف انك بتطلب لحم بقري. مش بورك. وطبعا في اماكن كتير بتبقى لك لحمة حلال. وفي ناس بتبيع لحمة يقول لك دي بقري بس مش حلال يعني مش زبيحة حلال. فانت طبعا حاول تتعامل مع الجزار او مع الحد اللي بيبيع لك لحمة حلال. وفي الجزار اللي انا بجيب منه. انا مفكر نروح نعمل عنده فيديو. هو يعني سوبر ماركت ويجزارة في نفس الوقت. اما جماعة عرب ما شاء الله عليهم تقريبا سوريين. فبرضو هنروح لهم واعرفكم بحيس ان اهلنا واخواتنا المقرمين معانا في كندا. يبقوا عارفين الجزار او ما كانوا في لندن وانتاريو. يروحوا يتعاملوا معاه. وهو لحمته ما شاء الله اللحمة ديق من عنده. زيت طبعا اللحمة المفرومة عنده جميلة. لحمة الخضار تخفة ما شاء الله عليها. ودي طبعا القطع بتاعة السيك برضو جميلة ما شاء الله. شايف بقى حتة اللحمة بقت عاملة ازاي? زيت الزتون مع البربكيو سوس. طلعوا بقى برا. بص ما شاء الله. يعني بص بقى لونها شايني كده خالص. وايه اهم حاجة بقى انك تسيب على نار هادية. تسيبها تستوي براحة متعدش بقى تهوي عليها وتشعل اللي النار عليها. لا بص اهي. تسيبها براحتها خالص. براحتها خالص بقى تستوي بقى. وتبسطك. اه? انا ريه بيجري بصراحة لان هي شكلها مشاهي بسم الله ما شاء الله. وده شكل حتة اللحمة واحنا لسه ده احنا لسه ما خلصناش. بس سيبينها براحتها. ما بينهوش عليها جامد. الفحم على الهادي. والشاوي على الهادي. والنار على الهادي. يا زبادي. وحاجة. لسه بقى لما تنزل جنب شوية الرزة والشعرية. شوية الخضار السوتين. وزة صحية متكاملة متكاملة. حاجة. بص. بص حتة اللحمة. بسم الله ما شاء الله. حاجة فعلا. يعني ده لسه احنا كده سيبينها شوية. بس بص بقى الزيت الزيتون مع باربيكيو سوس عملوا ايه? طبعا تلو معانا من اول الفيديو. دول الحتتين اللي احنا حطناهم لن اول ودي الحتة التالتة دي لسه احنا حطناها. دي لسه محطوط. دول خلاص بقلهم شوية ودش يلا حتى انت شايف فرق اللون. يعني انت شايف دول فرق اللون هم عامل ازاي? رص دي فرق لون هعمل ازاي? ودي لسه على الله حكايتها. بس حاجة بسم الله ان شاء الله فعلا. انا سعيد جدا. حقيقي. والله انا سعيد جدا بشوية اللحم دول. بس حاجة. احلى حتة لحمة اكلها. والله يزيد ده. والله زبدة. زبدة وتضوف في بق اجدوب. وبكده وجبة صحية كاملة متكاملة. حتة لحمة محترمة تضوف في البق شوية رز بالشعرية تحفة يجننه. وشوية خضار سوتين. طبعا زائد عصير الاورانج. الاورانج جوس. يبقى اصبح ان انت فعلا بتاكل وجبة صحية كاملة متكاملة. وبكده نبقى خلصنا الفيديو. وكان الهدف من الفيديو انك متاكلش في الشارع وتاكل فاستفود واكل مقلي بواز لك صحتك ويجبر لك كرشك ويدمر لك الدنيا. لأ كل اكل صحي واشرب مشاريع صحية علشان انت تستفيد بصحتك وتستمتع بحياتك. شوية اكل صحي مع شوية رز بالشعرية مع شوية خضار سوتين مع شوية جوس. ده كان الفيديو بتاعنا وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. السلام عليكم.